في واحد تاني اسمه صحفي اسمه منعم سليمان قال في الصفحة الرسمية بتاعته حسب ما مكتوب قال اللهم اجعلها يعني السودان دولة مدنية دموقراطية تحترم خياراتنا السغافية والدينية إلى أن قال اللهم ابصل الدين عن الدولة في بلادنا إلى أبد الآبدين وفي سائر بلاد العالمين لمصلح الدين كالطهر ودولتنا النقية آمين النقطة الأولى كلمة دولة مدنية جماعة العلمانين عندهم لها معنين معنى ظاهر غشبه الشعب قالوا دا نكذبه على المسلمين قالوا مدنية يعني ما عسكري قالوا مدنية يعني ما عسكري طيب الآن العلمانين ما شين الصالحوا مع الحركات المنسلحة العسكرية انت ما قلتوا ان المدنية دي ما عساكر هذا اشنو ولا يقدر ياسر عرمان مثلا يمشي لسه الفاكير يقول له طبعا دايرين دولة الجنوب دولة مدنية يعني ضد العسكرية وقال له على صبلا يدي وانزل ما بعضي في راسه يبقى دا تناهض من العلمانين يجي هنا يقول لك دايرنا مدنية والمدنية يعني ما عسكرية وهناك اصلا دولهم دول عسكرية اذا المعنى الاول الظاهر الغشب المسلمين دا لكلمة مدنية معنى كذب كذب والعلمانين المعنى الباطن دا الحقيقي لكلمة دولة مدنية يعني لا دينية ضد الإسلام وسبل الله وسبل الرسول وسبل الدين زي البيتة اللي اسمه منعيم بري واللي اسمه شنود الزكرنا دي وزي كلامه الودة العامل فيها صحفي منعيم سليمان دا قال 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 اللهم اجعلها دولة مدنية ديمقراطية والديمقراطية حكم الشعب للشعب بالشعب ضد حكم الله لأنه ربنا قال ان الحكم الا لله قال تحترم خياراتنا السغافية الى ان قال اللهم ابصل الدين عن الدولة في بلادنا الى ابدا الابدين اذا الناس زي لجمال العلمانين هم ضد الدين وبكره اكتر حاجة في الوجود هو الدين دا بالمناسبة دين الاسلام اكتر كره لهم شاكده قال اللهم ابصل الدين عن الدولة في بلادنا الى ابدا الابدين قال وفي سائر بلاد العالمين وما عليه كيفك طبعا لأن الدين دفيع الحكم ربنا قال إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيمة وغير من الآيات فالدين فيه الحكم لأنه دين الإسلام ده كامل يوم بل عقل كده بل عقل ربنا خلق البشر ديل الأسود والأبيض والأحمر والأصفر والطويل والقصير وغيره خلقوا ما يعلم ربنا سبحانه وتعالى الشيء اللي بيصلحهم وبيديرهم وبيحسن حالهم الآن يا أخي ولله المثل الأعلى التلاجة دي الشركة الصناعة كان كل ديره ولا غيره ولا غيره ولا غيره تلقى هي أفضل مكان لإزبيرات الأصلية إذا خسرت وأفضل مكان لصيانته أعطاك الناس يقول لك لكن صيانات الشركة غالية ما أقدر أمشي لها إيجبلوا فن تاني لكن أفضل باعتراف جميع العاقلين على وجه الأرض وكذلك السيارات وكذلك القطارات وكذلك الطيارات وكذلك 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 يا أخي ربنا خلق البشر ألا يعلموا من خلق وهو اللطيف الخبير ربنا ما يقدر نزل لهم دستور يصلحهم هو خلق من العدم قبل كانوا عدم وفناء محت أوجدهم بعد أن كانوا عدما وبعد أن كانوا فناء ما يقدر نزل لهم قانون يحكم خير الحكم ده محال في حق الله عز وجل وقد أنزله كما بينا من الآيات وفصل الدين عن الدولة في الإسلام ده باطل وكفر بالله كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كانت بني إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم بالدين ولما نقول السياسة في الأحاديث وفي الآيات القرآنية ما بنقصد السياسة بتاعت الكزان ولا بتاعت غيرهم من الناس الجاتوا على الدنيا لا بنقصد التي حكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي منقول وموجودة وصحيحة وحكم بها من بعده لو قالوا يأخذك الرسول مؤيد بالوحي كان يوحليه طيب وبكر الصديق ما كان يوحليه حكم بها عمر بن الخطاب عثمان بن عفان علي بن نبي طالب بعض الصحابة نسحكوا بها وما صحابة عمر بن عبد العزيز وغيرهم من الأئمة والخلفاء وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم